اهلا بكم والنهاردة معانا موضوعات البحث المطلوبة مننا من سنة تلتة ابتدائي لحد سنة تلتة اعدادي واول حاجة هنتكلم عن موضوعات المرحلة الابتدائية احنا عندنا كم موضوع للمرحلة الابتدائية اقول له اربع موضوعات اول حاجة السياحة دانا حاجة الصحة تلت حاجة الطاقة رابح حاجة المياه طيب احنا نعمل الاربع موضوعات اقول له لا انت تعمل موضوع واحد بس اي موضوع تحبه طيب انا في سنة تالتة هيبقى البحث بتاعي شبه اللي في سنة ستة اقول له لا الوزارة نزلت لنا بعض القواعد اللي نمشي عليها وقالت لنا البحث مسلا في سنة تالتة ابتدائي لقواعد هيمشي عليها غير القواعد اللي هيمشي عليها الطالب في خمسة ابتداء غير القواعد اللي هيمشي عليها الطالب في سنة ستة ابتداء طيب القواعد ده اعرفها ازاي اقول له الوزارة بنزل لنا شيتات بتشرح القواعد دي والمتطلبات للبحث لكل مرحلة طيب هتلاقيها فين؟ أقول له هتلاقيها تحت في الوصف أو في الديسكريبشن على القناة طيب بالنسبة بقى لموضوعات المرحلة الإعدادية عندي كم موضوع؟ عندي ثلاث موضوعات بس أول موضوع تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية اتنين الزيادة السكانية والأمن الغذائي ثلاثة البيئة طيب هعمل إيه؟ هتعمل موضوع واحد أسهل موضوع تحب وعمله طيب هنعمل المشروع لوحدنا أقول له براحتك عايز تعمله لوحدك ماشي المهم مجموعة ما تزدش من خمس أفراد طيب إحنا كده عرفنا موضوعات البحث طيب عايزين نعرف بقى إزاي هنعمل البحث؟ أقول لك الوزارة قالت عشان الطلبة ما يتعبوش إحنا هننزل لهم نموذج يتبعوه ويعملوا بالبحث نموذج ثابت يحملوه على الكمبيوتر أو يطبعوه ويكملوه إزاي؟ أقول لك مثلا الوزارة منزل لنا ورقة مكتوبة عنوان البحث أو مكتب عنوان البحث بعد كده الرقم التعريفي الرقم التعريفي ده اللي هو الكود هتكتب الكود بتاعك وبتاع أصحابك اللي مشتركين معاك في البحث بعد كده مقدمة عن البحث إحنا هنكتب المقدمة بتاعتنا اللي هي هتختلف من سنة لتانية على حسب عدد الكلمات اللي مطلوبة طيب بعد كده عناصر الموضوع طيب هنكتب العناصر بعد كده الموضوع وبعد كده النتائج طيب آخر حاجة إيه؟ المصادر اللي انت جبت منها البحث يعني انت مثلا جبت المصادر بتاعتك من كتاب المدرسة أو مكاتب كتاب المدرسة دخلت على المكتبة الرقمية ودخلت سمعت فيديو ولقيت الفيديو ده جميل واستفدت منه فاكتبت المعلوبات اللي انت حصلت عليه هتوم جاي على المصادر وكاتب المكتبة الرقمية وتكتب الفيديو ده تبع إيه؟ أقول له تبع مثلا نهضة مصر تكتب اسم الفيديو واسم الناشر عشان حقوق الملكية طيب البحث ده كم ورقة؟ ولا هيبقى كبير ولا صغير؟ أقول لك كل سنة ليها بعض المتطلبات وعدد من الكلمات المحددة في البحث هموجودة في الشيط اللي الوزارة منزلها اللي هو موجود في أول تعليم طيب يبقى المطلوب مننا الوقتين أول حاجة ان احنا نكون المجموعة بتاعتنا ونتفق مع بعض ونحدد كل واحد دوره إيه؟ في البحث يعني واحد يفكر انه ازاي يجيب للمعلومات الثاني عنده اسلوب كويس في الكتابة فهو اللي هيكتب ويعمل نسق للموضوع واحد تالت ينسق بعض الصور عنده رؤية في الصور يعرف ينسق معنا فنعمل شكل البحث الجميل ده سواء بقى على الكمبيوتر أو بخط اليد طيب احنا خلصنا البحث هنعمل ايه؟ أقول لك استنى آخر معادل تسليم البحث يوم خمستاشر خمسة بس الوزارة قالت بالنسبة لتسليم الأبحاث يوم الاتنين تلتاشر أربعة هحدد لك طريقة سهلة جدا تقدر ترفع بيها البحث على المنصة طيب انا كاتبه بخط اليد برضو الوزارة هتقول لنا ازاي نسحابه سكانر وازاي نقدمه بطريقة سهلة للمدرس يعني الوقت المطلوب مننا ان احنا نكون المجموعة ونبدأ نفكر نعمل ازاي البحث بتاعنا طيب احنا عملنا البحث ازاي بقى اضمن ان هو هيتقابل او ما يتقابلش اهم حاجة في البحث خطوات البحث اللي احنا قلنا عليه كعنوان وقم وقدمه ورقم تعريفه وموضوعات والالتزام بعدد الكلمات سواء باللغة العربية او بالكلمات اللغة الانجليزية اللي مطلوبة مننا في البحث زي اللافتة زي الرسالة اللي هتطلب في البحث عشان يبقى البحث شامل لجميع المواد الدراسي طيب امتى بقى البحث بتاعي اترفض لو البحث بتاعي المجموعة دي شابه بحث مجموعة تانية هنا البحثين بيترفضوا وده اكبر حاجة غلق انت مطلوب منك تتبع خطوات البحث مش المطلوب منك تعمل احسن بحث في الدنيا لا انت مطلوب منك تتبع خطوات البحث عشان تستفيد بعد كده ان شاء الله من الطريقة دي ويبقى تعلمنا طريقة جديدة في التعلم طيب بالنسبة للحاجات اللي هتوقف عندي اقولك انزل في التعليقات عندي في القناة وان شاء الله هتلاقي كل الاجابات تحياتي ليكم مستر عطازكي شحط